بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب أخنايا رفع في الحصة الماضية عن درس الجملة المفتوحة وحلها تعلمنا كيف نكتب الجملة المفتوحة وكيف أيضا نجد هذه القيمة المجهولة أي نحل الجملة المفتوحة نجد حل الجملة المفتوحة كان معكم واجب في الحصة الماضية السؤال صفحة 72 مسائل السؤال الأول والسؤال الثاني خلونا مع بعض راجع الدرس اثناء حل هذه الاسئلة ونبدأ في السؤال رقم واحد بيحكينا وضيف العدد سبعة الى عدد ما فاصبح الناتج ستة عشر اذا بدنا نركز يا رابع لكلمة عدد ما اي عدد عدد مجهول عدد ما وضيف العدد سبعة الى عدد ما يعني عندنا هذا العدد المجهول اضيف له زائد سبعة فاصبح الناتج يعني يساوي كم ستة عشر نتأكد اضيف العدد ما الى العدد سبعة او اضيف العدد سبعة الى عدد ما فاصبح الناتج ستة عشر اذا هذه اول خطوة للحال يعني نجد الجملة المفتوحة ونكتبها بهذه الصورة بعد هيك ايش المطلوب نحل هذه الجملة يعني ايش نحلها يعني نطلع القيمة المجهولة يعني ايش هي القيمة المجهولة هذا اللي هي عدد ما اي عدد مجهول مش معروف شو هو كيف بنا نحل مثل هيك نوع من الاجمل او الجمل المفتوحة حكيت لكم مرة الماضية والحصة الماضية نعمل عنا الجمع نعمل طرح لنفس الرقم سبعة يعني احنا عنا زائد سبعة شو نعمل لها؟ ناقص سبعة عنا كانت ناقص سبعة نعمل لها زائد سبعة تمام؟ اذا عملنا هون طرحنا سبعة لازم ايضا نطرح ما بعد المساوى ايضا ناقص سبعة اذا احنا عنا لازم نركز على عملية المساوى في عنا هذا الطرف وعنا هذا طرف للمساوى انا ايش طرحت سبعة من هذا الطرف اللي ما قبل المساوى لازم اعمل نفس العملية للطرف الاخر اللي هو بعد المساوى لنفس الرقم يعني ناقص سبعة هون ايضا ناقص سبعة هون بعمل هنا مثلا ناقص سبعة وهون ناقص ستة لا يا رابع لازم نعمل ناقص سبعة ناقص سبعة نفس العملية إذن الآن بنطرح سبعة ناقص سبعة صفر أنا بعمل هاي الحركة يا رابع عشان أنا أتخلص من هذا الرقم الموجود مع المثلث فدائما رح يكون معنا الناتج صفر هون في الجمع والطرح رح يطلع عندي الناتج صفر رح يروحه مع بعض لأني أنا بعمل عكس العملية مع نفس الرقم إذن رح يتبقى عندنا فقط إشارة المثلث وهي القيمة المجهولة تساوي بتنزل وهلأ هون بنطرح ستة عش ناقص سبعة يساوي كم تسعة إذن القيمة المجهولة عندنا طلعة تساوي تسعة خلونا نجري عملية التحقق من صحة الحل حكينا كيف نتحقق بنكتب السؤال اللي هي الجملة المفتوحة زي ما عملناها في بداية الدرس اللي هي القيمة المجهولة عدد ما وضيفة إلى سبعة فأصبح الناتج ستة عش والآن منستبدل هذه القيمة المجهولة اللي هي منعبر عنها بشكل المثلث نستبدلها بالقيمة اللي طلعت معنا اللي هي الرقم تسعة يعني منشطب على المثلث ومنحط رقم تسعة ومنكمل السؤال زائد سبعة كم يساوي تسعة زائد سبعة يساوي ستة عش هل هي نفس القيمة الموجودة في السؤال من أجل إذن حلنا صحيح وهيك مكنت حققنا من صحة الحل والثاني معنا في هذا الدرس بيحكي لنا ضرب عدد ما تلاحظوا أيضا في هون عنا كلمة عدد ما إذن عدد ما اللي هي القيمة المجهولة في الجملة المفتوحة ما له هذه العدد ضربة في ستة فأصبح الناتج مئة وعشرين خلونا نترجم هذه العبارة على صورة جملة مفتوحة إذن ضرب عدد ما في ستة هاي عدد ما ضرب ستة ضرب عدد ما في ستة فأصبح الناتج مئة وعشرين هيك بدكون كتبنا الجملة المفتوحة هلأ بدنا نحلها يعني بدنا نطلع القيمة اللي لحكون مكان هذا المثلث حكينا في عملية الضرب شو عكسها اللي هي القسمة بروح بعمل تقسيم ستة نفس الرقم اللي هون موجود وأيضا تقسيم ستة على الطرف الآخر من المساواة هذا الطرف عملنا له تقسيم ستة وهذا الطرف أيضا عملنا له تقسيم ستة إذن هلأ بنجد ناتج ستة تقسيم ستة بيروحوا مع بعض بيكون الناتج واحد بيتبقى لدينا فقط القيمة المجهولة اللي هي المثلث وتساوي مئة وعشرين تقسيم ستة كم يساوي يا رابع إذن يساوي عشرين مئة وعشرين تقسيم ستة يساوي عشرين هيك بنكون طلعنا القيمة المجهولة في هذه الجملة المفتوحة وهلأ خلونا نتحقق مثلا نرجع نكتب السؤال عدد ما ضرب في ستة وأصبح الناتج مئة وعشرين ما هو العدد الذي حاصل ضربه في ستة بيعطينا مئة وعشرين احنا طلعناه هون اللي هو العشرين فمنستبدل هذا المثلث بنحط مكانه عشرين ومنكمل السؤال ضرب ستة كم يساوي بنضرب الصفر بينزل اثنين ضرب ستة يساوي اثناش هل هي نفس القيمة الموجودة في السؤال أجل إذن حلنا صحيح وبننتقل مع بعض إلى السؤال رقم ثلاثة بيحكينا السؤال طريحة العدد أربعة من عدد ما إذن هايها كلمة عدد ما اللي هي القيمة المجهولة فأصبح الناتج ثلاثة وعشرين يعني اتركزوا بعملية الطرح لأنه العملية الطرح غير تبديلية لازم نتأكد مين الأول ومين الثاني يعني مين اللي انطرح من مين هون طرح العدد أربعة من عدد ما يعني هذا العدد ما طرح منه أربعة هاي طرح العدد أربعة من عدد ما هذا العدد طرحنا منه أربعة فأصبح الناتج ثلاثة وعشرين أول إشي هاي كتبنا الجملة المفتوحة الآن لازم نحلها بإيجاد القيمة المجهولة ومنعمل حكينا نفس عملية الجمع في السؤال الأول لازم نعمل عكس العملية هون عنا طرح رح نعمل مكانها جمع أربعة لنفس الرقم إذن رح نضيف أربعة لهذا الطرف وأيضا إلى هذا الطرف رح نضيف أربعة رح يطلع معنا الناتج أربعة ناخص أربعة صفر والمثلث رح يبقى كما هو بينزل القيمة المجهولة تساوي ثلاثة وعشرين زائد أربعة اللي هي سبعة وعشرين هايك بنكون طلعنا القيمة المجهولة في هذه الجملة المفتوحة خلونا هلا نتحقق من صحة الحال حكينا في التحقق بنكتب السؤال مرة أخرى جملة المفتوحة اللي هي مثلث ناقص أربعة يساوي ثلاثة وعشرين هاي كتبنا السؤال من أول وجديد وهلا شو بنعمل فقط عملية استبدال للمثلث بنشطبه ومنحط القيمة اللي طلعت معنا هون اللي هي سبعة وعشرين ومنكمل باقي السؤال ناقص أربعة سبعة وعشرين ناقص أربعة هل تساوي ثلاثة وعشرين خلونا نشوف نطرح سبعة ناقص أربعة ثلاث والثنين بتنزل إذن ثلاثة وعشرين وأيضا هون ناتج عنا ثلاثة وعشرين إذن حلنا صحيح ننتقل لآخر سؤال معنا قس قسمة عدد ما على اثنان أيضا هون لدينا كلمة عدد ما إذن بدلنا أنه هذه القيمة المجهولة مالها قسمة على اثنان هذه القيمة المجهولة مالها قسمة هاي قسمة على كم على اثنان فأصبح الناتج ثمانية وثمانين هذه هي الجملة المفتوحة والآن رازم إنحل هذه الجملة شو بنعمل نعمل عكس عملية الحسابية الموجودة إحنا عنا قسمة فإيش رح نعمل ضرب وهون أيضا ضرب ضرب كم في العدد الموجود مع المثلة اللي هو اثنين اثنين وأيضا هون في الطرف الآخر اثنين بتلاحظوا بعمل نفس العملية الحسابية على كلا طرفي المساواة إذن هون ضرب اثنين وأيضا هون ضرب اثنين إذا نصار عنا في الطرف اليمين اثنين في الباص مع اثنين في المقام يعني اثنين تقسيم اثنين بروحه بصير الناتج واحد تبقى عنا المثلث اللي هي القيمة المجهولة تساوي 88 ضرب اثنين وهلأ بنضرب هذون الرقمين بيعطيني الناتج 176 هيكا بنكون اوجدنا قيمة المجهول في الجملة المفتوحة والآن لازم نتحقق بنكتب الجملة المفتوحة على اثنين يساوي 88 وهلأ بنستبدل فقط الفراغ اللي هو المثلث بالقيمة 176 وبنقسمها على اثنين بنستعمل الآل الحاسبة رح يطلع معنا الجواب 88 أيضا نفس القيمة المعطاة في السؤال إذن هيك بكون حالنا صحيح طيب سؤال خمسة عنا يا رابع شو بيحكي اضيف العدد خمسة إلى عدد ما أيضا حكينا كلمة عدد ما تعني القيمة المجهولة اللي هي منرمزلها بالرمز مثلث فكان الناتج 4 ضرب 7 خلونا نترجم هذه الجملة أو العبارة اللي هي جملة مفتوحة نحط مثلا هذه القيمة المجهولة المثلث شو مالها؟ وضيف العدد خمسة إليها نضيف إضافة يعني جمع العدد خمسة فهذه القيمة عدد ما وضيف إليها العدد خمسة فكان الناتج الناتج يعني بعد المساواة يساوي 4 ضرب 7 هايها 4 ضرب 7 بتلاحظوا هون عنا الناتج مش جاهز فقط إحنا أول إشي لازم نطلع هذا الجواب 4 ضرب 7 كم؟ ومنحطه تحتين إذن 4 في 7 يساوي 28 وهون ننزلهم زي ما هم زائد خمسة والقيمة المجهولة اللي هي المثلث هيك بتكون هذه هي الجملة المفتوحة والآن بنا نحلها بنا نحلها رح نعمل عكس عملية الجمع اللي هي طرح رح نطرح كم؟ خمسة وأيضا من هون رح نطرح خمسة فخمسة ناقص خمسة هون يساوي سفر رح تبقى فقط المثلث يساوي أو هذه القيمة المجهولة تساوي 28 ناقص خمسة نطرح 8 ناقص خمسة ثلاث واثنين بتنزل إذن 28 ناقص خمسة يساوي 23 وهذه القيمة المجهولة لدينا نتحقق نكتب المسألة كما هي هون بهذه الصورة ومش بهذه الصورة تساوي زائد خمسة تساوي 28 وهلآن نستبدل فقط هذه القيمة بالقيمة اللي احنا طلعناها قبل شوي وهي 23 وبنجمع لها خمسة والناتج هل هو يساوي 28 أم لا دعونا نجمع ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية والاثنين بتنزل إذن 28 تساوي 28 إذن حلنا صحيح ننتقل لآخر سؤال في هذا الشكل من الأسئلة قسمة عدد ما هاي عدد ما ماله قسمة هاي عدد ما ايش ماله قسمة على العدد ستة هاي العدد ستة هاي عدد ما قسمة على ستة فكان الناتج سبعة هاي الناتج هاي سبعة مطروحا منه هاي طرحنا منه كم واحد يعني في هذا النوع من الأسئلة فقط بحطنا الناتج على شكل عملية حسابية ما فيها أي مشكلة نعمل هذه العملية حسابية ومنطلع الرقم الناتج على شكل رقم واحد طيب هلا شو بنعمل نطرح سبعة ناقص واحد اللي هي ستة ومنجع نكتب هذه المسألة كما هي اذا قسمة عدد ما على العدد ستة فاصبح الناتج ستة اللي هي ناتج طرح سبعة ناقص واحد هلا هذه الجملة المفتوحة لازم نحلها وحكينا عاكس عملية القسمة اللي هي الضرب فمنضرب وبنضرب على كلا طرفي المساواة بعدد اللي هو اللي موجود مع المثلث هون سبعة القيمة المجهولة تقسيم ستة اذا لازم نضرب ضرب ستة وايضا هون ضرب ستة فهون عنا ستة فوق في الاعلى مع ستة في المقام في الاسفل ستة في الباص مع ستة في المقام بروحه بصير في اختصار او تبسيط ناتج واحد فتبقى لدينا فقط القيمة المجهولة اللي هي المثلث تساوي تنزل ستة ضرب ستة كم يساوي رابع ستة وثلاثين اذا القيمة المجهولة عنا في هذا السؤال كم تساوي؟ ستة وثلاثين نجي نتحقق نكتب السؤال القيمة المجهولة ما لها قسمت على ستة فاصبح الناتج كم؟ ستة اذا هذه الجملة المفتوحة زي ما كتبناها في بداية السؤال والان فقط بنستبدل هذا المثلث بقيمته اللي طلعت معنا اللي هي ستة وثلاثين تقسيم ستة زي ما هي بتنزل فبنقسم ستة وثلاثين تقسيم ستة هل الناتج يساوي ستة زي ما هي في بالسؤال ستة وثلاثين تقسيم ستة يساوي ستة اذا نفس الاجابة اذا حلنا صحيح هيك بنكون تحققنا من عملية القسمة وهيك بكون حلنا صحيح في ايجاد قيمة المجهولة في هذه الجملة المفتوحة بتمنى تكونوا فهمتوا هذا السؤال وحلوا يا رابع حلوا زي ما انا عم بحل بالظب تمام؟ هذا الحل وهذا التحقق من صحة الحل هي التحقق بكون بهذا الشكل لما اطلب منكم سؤال بهذا الطريقة اول شي بتكتبوا الجملة المفتوحة بعدين بتحلوها بتطلعوا قيمة المجهولة اللي هو المثلث بعد ذلك بتعملوا عملية التحقق بهذا الشكل من الحل دائما يا رابع بتحلوا زي ما انا حكيت لكم او زي ما انا عم بحل هون بهذا السؤال ويا رابع اللي حتى تتأكدوا من فهم كل الدرس وطريقة الحل افتحوا صفحة 73 في عنا هذا السؤال اجد العدد المفتوح في كل من الجملة المفتوحة الاتية راح اعطيكم واجب فقط سؤال 11 و13 حلوهم في البيت وان شاء الله تكونوا فهمتوا الحل صوروهم وبعتوا لي اياهم يعطيكم العافية